واحدة من أهم المناطق الشاهدة على جرائم التهجير في تعز نحو 15 ألف نسمة تحت حصار ميليشيات الانقلاب الحصار المطبق على المنطقة عزلة بلاد الوافي يمتد لأربعة أشهر ومعاناة الناس انعكس الحصار وعدم وجود الطريق على حياتهم الصحية وعلى تعليمها والمعيشية بارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة النقل والتكلفة وقهودهم بنقل المواد الغذائية على أكتافهم أو الحمير وعدم نقل مرضاهم كل هذا سبب متاعب ومعاناة مضاعفة بلاد الوافي مديرية جبل حبشي يبحث المواطنين هنا عن بصيص أمل للخروج من الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات على منطقتهم وكسر هذا الحصار بشق طريق يربط المنطقة بالجزء الآخر من المديرية هذه الطريق ستعمل على فتح الحصار عن عزلة بلاد الوافي وربطه بأقرب مركز له وهي منطقة الضواب بعد أن كان المركز الأقرب في الفترة السابقة هي منطقة الرمادة ولكن بسبب الحصار لقاء المواطنون وبتكاتف وبدعم خيري إلى فتح وشق هذا القبال توقفت الحرارة كما ترون في الصورة وتوقف العمل فنحن نناشد كل من يهمه الأمر وكل من يستطيع أن يفتح علينا هذه المحنة التي تعمل على حصار مئات وآلاف الأسر لا تكفي الكلمات للتعبير عن معاناة المواطنين فالحصار فاقم من أوضاعهم الصعبة وحول حياتهم إلى جحيم كما يقولون نقبل الكيسة البورلة هنا وننزل تحت فوق الظهور الحميل نسكي يقزعين بعض محيلة الناس هنا وهذا ومن المقاعد كان نقعد لنا شوية داع وماذا وهذا بدنا نبدأ لنشق الطريق والآن نعمل شحات الأمور شوية وإذا وصل الداع لهم كان نوصل الخط ويفتكى الحصار على العزلة بشكل عام عملية إيصال المواد الغذائية إلى داخل المنطقة تتطلب جهودا كبيرة ومخاطر أكبر في ظل إغلاق الميليشيات للطرق الرئيسية التي تربط العزلة بسوق مدينة الرماد القريب يتوقف بصيص الأمل الذي كان يحد المواطنين بفك الحصار عن منطقة بلاد الوافي بفعل توقف شق هذا الطريق بسبب شح الإمكانيات فهل من التفاة أن تنهي معاناة المواطنين؟ فواز الحمادي قناة بلقيس من عزلة بلاد الوافي تعز